نتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها باستفادة كاملة عن قصة حسين الشحات ورض بيراميز على خطاب النادي الأهلي للجبلية وكمان النادي الأهلي بيفاجئ اتحاد الكرة بمسقرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي ومفاجأة مدوية من موقع صدى البلد النادي الأهلي بيصعد أزمة حسين الشحات والشيبي للفيفا والنادي الاهلي يلجأ للفيفا بسبب الشحات وموقف فتوح بكأس الامم الافريقية هنبدأ برد نادي برامتز على خطاب الفيفا من موقع نادي الزمالك ورد برامتز على خطاب الاهلي للجبالية طبعا كلنا عارفين الوقعة اللي بين حسين الشحات والشيبي اللي حصلت في نهاء الكاس في نهاء في اخر مباراة في الدور المصري اللي حصلت صفع باليد من حسين الشحات على وجه الشيبي ومش عايزين نختلف ان الموضوع غلط وما نختلفش ان حسين الشحات غلط لان الضرب بالطريقة دي اهانة كبيرة جدا للمغرب واهانة لللاعب محمد الشيبي ايا كان اللاعب عملي الاهلي بيصعد هذا الامر للنيابة العامة وطبعا ان الشيبي يروح يعمل بلاغ في النيابة العامة وفي المحاكم المدنية ده مخالف جدا لليحة قرة القدم بالفيفا الشيبي بعد ما صعد الامر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من لاعب النادي الاهلي الكابتن حسين الشحات مصدر داخل نادي بيرامدز بيعلق على هذا الخطاب الذي ارسله النادي الاهلي الى اتحاد القرى بشأن ازمة لاعب الفريق حسين الشحات مع محمد الشيبي نجم الفريق السماوي ولاعب نادي بيرامدز ومنتخذ المغرب والمصدر بيؤكد الى ان الذي فعله النادي الاهلي لا يمثل الى الواقع بانه باي صلة والذي فعله اللاعب محمد الشيبي لم يخالف اللوائح باللجوء الى النيابة العامة هنعلق على الجزء ده ان المصدر الموجه من نادي بيرامدز بعد ما علق الموضوع بيقول ان محمد الشيبي ما خالفش اللوايح والقوانين لما عمل بلاغ في النيابة العامة ازاي؟ ازاي لاعب كرة قدم فيه ليحة وفيه قوانين للاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه لجنة عقوبات وتسلمات بالفيفا يلجأ للنيابة العامة او المحاكم المدنية بيؤكد كمان المصدر على انهما في ادارة السماوي ليس لنا اي صلة بالموضوع وامر التصعيد يخص النجم المغربي فقط امر التصعيد يخص النجم المغربي فقط والجدير بالذكر ان الكابتن حسين الشحات زي ما احنا عارفين اعتدى بالضرب والالفاظ على الشيبي داخل الملعب عقب الانتهاء من مباراة الاهلي مع بيرامدز بالدوري الموسم السابق وبأكد كمان الشيبي صعد هذا الامر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من الكابتن حسين الشحات كمان النادي الاهلي بيفاجئ اتحاد الكرة بمزقرة رسمية بشأن ازمة حسين الشحات والشيبي بشأن الازمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي بيرامدز المغربي محمد الشيبي كشف النادي الاهلي عن مزقرة رسمية قام بارسالها الى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي برامدس المغربي محمد الشيبي الأزمة بدأت طبعا باعتداء واضح من الشحات على الشيبي قلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي والتي تحولت حاليا إلى ساحة النيابة العامة التي استدعت لاعب النادي الأهلي وأخلت سبيله بكفالة مالية الأهلي في مذكرة تطالب برد من اتحاد الكرة على ما حدث من لجوء لاعب برامدس إلى المحاكم الجنائية بما يخالف اللوايح والقوانين الأهلي في مذكرة تؤكد أن ما حدث يعتبر هو انتهاء للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية وبيؤكد النادي الأهلي في مذكرة وبيشدد للجبلاية وطالب بضرورة الربد العاجل والإفادة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات كمان مفاجأة مدوية الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات والشيبي إلى الفيفا بيؤكد الإعلام الكبير أحمد شبير أن مسؤول النادي الأهلي بصدد إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد استدعاء لاعب الفريق حسين الشحات من أجل التحقيق معه فيما بدر منه مع الشيبي لاعب بيرامدز في الموسم الماضي وقال أحمد شبير في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بعدما استدعى حسين الشحات إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية خاصة أن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإقاف ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500 ألف جنيه وأضافها أيضا النادي الأهلي ينتظر رضي اتحاد الكرة وفي حال عدم وجود رض فإن النادي يجهز في الوقت الحالي شكوى رسمية ومزقرة تفصيلية لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيا بشكل كامل النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات ولكن تعالوا نتكلم جماعة مع بعض شوية بالعقل لما حصلت المشكلة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في الملعب وأكدت الكاميرات وأكد حسين الشحات أن اللاعب محمد الشيبي تلفظ عليه بألفاظ خارجة وغلط في زوجته وغلط في أمه وغلط في عيلته وفي كل حاجة لكن اديني عقلك هنا أنت منتظر مني إيه لما جاء أغلط فيك وفي عيلتك وفي أبوك وفي أمك وفي أختك وفي زوجتك أنت منتظر مني الرد يكون إيه تفتكر هقولك تعظيم سلام تفتكر هقولك تب أنت ما تغلط كمان أو اشتم كمان أو هاخد حق منك بالقانون لا يجوز التصرف من حسين الشحات مش عايزين نقول أنه صح هو تصرف خاطئ بكل المقاييس ولكن لكل فعل رد فعل هو ده رد الفعل اللي حسين الشحات فكر فيه ما حسين الشحات يا جماعة مش هيلقي حد بيغلط في زوجته وفي أمه وحيقعد يتفرج هو التصرف خاطئ وإن حسين الشحات يمدي إيده على محمد الشيبي تصرف خاطئ وعمرنا ما هنبرر الكلام ده وهنقول عليه أنه هو كلام صحيح لأنه هو كلام خطأ بالفعل ولكن اديني عقلك الديني عقلك النادي الأهلي النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات والنادي الأهلي ما بيردس بالغلط النادي الأهلي لما عرف إن حسين الشحات وأكد أن حسين الشحات خطأ وغلط اتحاد الكرة عاقب حسين الشحات ب300 ألف جنيه والنادي الأهل عاقب اللاعب ب500 ألف جنيه يعني 800 ألف جنيه في وقعة النادي الأهل عارف أنها وقعت خطأ من حسين الشحات ولكن الجدير يعني الحاجة التي تجننك قوي أن حسين الشحات بعد المباراة مباشرة وأمام الكاميرات في وجود مدير الكرة لبرامة زهاني سعيد اللي هو بيدور على أي مصيبة يجري فيها تجاه النادي الأهل بس حسين الشحات اعتذر لمحمد الشيبي على الهوى وبس دماغه ده أنا لو واحد جاي يعتذرلي وبس دماغي الراجل ده لو قاتل لي حد أنا مش هتكلم لكن لما يعتذرلك يا شيبي ويحب راسك ويعمل 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 وعالهوى انت عايزي تاني ومين اللي بيشجع لعب بيرامتس او مين اللي شجع لعب بيرامتس ان هو ينتقل للقضاء المدني وده مخالف للليحة ومخالف للقوانين ولكن زي بقولت لحضراتكم هاني سعيد قاعد في بيرامتس بس بيدور على المصائب اللي يعمل فيها أي مشكلة وأي مصيبة للنادي الأهلي هو ده هاني سعيد هو ده هاني سعيدة جماعة هاني سعيد الزملكاوي هاني سعيد الزملكاوي اللي حسين الشحات اعتذر لللاعب في وجوده قدام عينه وقدام الشاشات وبعد المباراة مباشرة يعني ما سفش الموضوع بات يعني المفترض لما مدير كورة اللاعب نادي آخر يعتذر لللاعب اللي عندك انت اللي المفترض تقول لللاعب خلاص احنا ما عادش يلينا عين ان احنا نتكلم هو اعتذر لك وانت قابلت اللي اعتذار يبقى بالنسبة لنا الموضوع خلص لكن هاني سعيد لما يشجع اللاعب ان هو يروح للنيابة العامة ويرفع قضية على حسين الشحات الموضوع ده يا جماعة على فكرة من فترة كبيرة تقريبا من شهر خمسة او شهر ستة في الموضوع ده او شهر اربعة مش متذكر والله يبقى ده في نهاية الدورة في اخر مباراة تقريبا في الدورة اللي بيرامد زيك سيبة 3-0 تقريبا على النادي الاهلي لكن عايز اوجه نصيحة للكابتن هاني سعيد انت واللي زيك يعني انت واللي زيك الكارهين للامان في مصر والكارهين للنادي الاهلي هم اللي بيعملوا كده ولكن النادي الاهلي ما بيسبش حق اللاعب بتاعه ولو اللاعب اخطأ فالنادي الاهلي عقاب شديد جدا اللي هيحصل في قصة حسين الشحات وفي توقعات ان حسين الشحات ممكن ياخد حكم ممكن ياخد حكم الا لو النادي الاهلي ما حلش الموضوع بسرعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هيحصل في قصة حسين الشحات ومحمد الشيب الفترة اللي جاية ده اللي احنا هنعرفه بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضراتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة